بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني شو بصلنا هسا للمحاضرة الاولى الخاصة بموضوع البكترية هذه المحاضرة تسلسلها هي المحاضرة الثامنة بس احنا عدنا مجموعة المحاضرات مع بكترية هي ثمانية تسعة عشرة اوكي يمكن يداعش مادر الله صراحة يمكن لنا لقى ثلاثة لأربع محاضرات يحكين عن البكترية هالا المحاضرة عبارة عن حفظيات يعني هاي عبارة عن درخ يعني حتى ممكن ان شاء الله نص ساعة ما راح خليها تطور اكثر مجودة انهم بس نقرأ وشغلات اللي يعني يحتاج انهم مضحة راح وضح لكم اياها وهي شغلات كلش بسيطة والبداية راح تلقوها كلها متكررة زين فحتى ما نطور علينا يقول لك اول شي تصنيف الكائنات اللقيقة راح نصنفها على شنو راح نصنفها ياما بركاريوتس ياما يوكاريوتس اللي هي الحقيقية النواة وبداية النواة زين الناني يقول لك البروكاريوتس شنو يعني يقول لك انه ما راح تحتوي على يعني النواة مارتها ويقول لك هي عضيات يقول لك بالكائنات يقول لك الخلايا اذا ما بيها نواة وما بيها غشاء راح تسميها بركاريوتس اللي كاريوتس بيها غشاء وبيها عضيات وبيها نواة وبيها شنو هاي اسوال فهذا كلها معادة من السادس وماذا اكو طلاب يعني اكو طلاب يعني هم شو نقول لكم هموا بمدارس يعني قرون انجليزي إذا أكو هيتش طلاب ما هذا بصراحة اللي عرفوا أنا حاليا أنه المتميزين هم الحد الآن عربي يعني هاي الدفع مالت أنه هم وكانوا متميزين عربي بس أكو مدارس ما عرف يعني أنا سامع أنه يعني إش اسمه أكو مدارس تقرأ انجليزي فاللي يقاري انجليزي مثل إيشق وما إيشق يعرف أنه هاي راح لقى هاي تعارف وما أخذه يمكن يعني شغلكم بالأول الثانية ثلاث متوسط عموما البركاريوتس والليوكاريوتس مقارنة بلاتهم شنو هي ما راح قلها على سريع أنه ما بيها غشاء هاي بيها غشاء هاي بيها رايب وسمات هاي بيها عضيات رايب وسمات هاي بيها بس رايب وسمات هاي بيها المواد راح تكون طايفة بساتوبرازم هاي تكون لا بيها غشاء هذا دين أي دائري دين أي لينير اللي هو طولي راح تكون وحادية النواة ستكون متعددة احادية الخلية تكون متعددة الخلايا او ممكن تلاقيها احادية واحدة بس هو علاج دائما اليوكاريوتس تلاقيها سوى الخلايا الصغيرة بالحجم هذه كبيرة بالحجم او اكبر من الامبروكاريوتس اننا نقارن هذه هذه تمتلك عدد كبير من الارغانيسم تمتلك عدد اكبر و عدد اصغر من الكائنات الحية ما في تهمتها يقول لك هاي رح تظهر او ظهرت اربع بليون سنة قبل هذي هاي واحد بليون يعني هاي البروكاريوتس تعتبر هي اقدم ومعها هذه هي ما اطورت بقتين نفسها نفس ما هي عموما نيجي هسا موضوع اخر اللي هو البكترية بكترية ستكونها على نوعين او حيئتين اول شي اللي هو الـ الـ هتيتروترافيك بكتريوم اوتوترافيك معناها هي تصنع غذائب نفسها الهتر Lilly معناها يعني تكون against неё عضوية او رح تكون مستهلكة زين يعني لها هى الفاperson يst bị wahام ي olds عموما تأخذ ماتها الغذاء عموما تكون جسمه في الدموات كيميائية وعن طريقة في التفاعل الكيميائي يعني هي تسوي تفاعل وتأخذ غذاء مالتها من عنده يأما شي تسوي يأما تكون يعني تصنع الغذاء عن طريق ضوء الشمس يعني هو من ما نقولك تصنع غذائها بنفسها بها طريقتين يأما عن طريق الشمس اللي هو يسموه الفوتو أوتوترافيك فوتو يعني ضوئي يأما كيمو أوتوترافيك اللي هو عن طريق التفاعل الكيميائي السوي وتأخذ غذاء مالتها بس هو أيضا راح يكون هما يعني ذاتي يعني هاتفاعل هو من داخل جسمها ومعدها هي تسوي زيد يقول لك الهيتيروترافك راح يكون براستيك أما تكون متطفل متطفل يعني راح يطفل على فتمادة معينة أو فتخلية معينة ويتغذى عليها السابروفيتك السابروفيتك وراح يكون عندي السيمبيوتك السيمبيوتك والسابرو هو يمكن أصور السابروفيتك اللي نفاصلها مدري السابروفيتك هي تشي يعني أصور يعني هاي غلط اللي هو أول وحدة العفلان وحدة المو سابروفيتك السابروفيتك هي سابروفيتك مو فتك سابروفيتك معناها أنه البكتيريا تقوم بإعادة تأهيل المواد العضوية موجودة في التربة أو المكانة موجودة بيها وتقوم بي يعني شو نسوي ريسايكل الفود ماردها زيان السيمبيوتك أو الصورها مات السيمبيوتك السيمبيوتك لا صحيح هذي السيمبيوتك معناها التكافلية فهاي أنظمة يعني إحنا إن شاء الله لما نفوت بتفاصيل نحن نعرف كمصطرح ما يفيدك حاليا شو ساخن بي أنت زيان هسا ننجح لأول الثنية اللي هو والهتيروتروفز والهتيروتروفز مو هتيروتروفز يقولون هتيروتروفز لا هي هتيروتروفز أوتوتروفز اللي هو ذاتية التخذية شي يقول لك يقول لك رح تكون هي أيضا هاي متكرراتكم يعني شي أنتم ما أخذينه تعفون شنو أوتوتروفز يقول لك رح تكون هي لها القدرة على صناعة مات هالمواد العضوية خاصة بيها من المواد الغير عضوية زيان رح تستخدم لك السي أو تو اللي هو ثرانيوكسيد كاربون زيان آآ رح تكون بيها ثلاثة البراثيتك والسبرافايوتك والسيمبيوتك شبي يقول لك رح تكون لها القابلية على صناعة مالتها المواد العضوية خاصة بيها وبالتالي رح تكون هي تعتمد على المصدر خارجي يعني أنه رح تكون رح تكون عمل رح تكون لها القابلية على أنه تصنع يعني تعتمد على المصادر الخارجية بالفود مالاته. وما رح تقدر تستخدم ككاربون كمصدر للكاربون. ليش? لانه هي ما رح تقدر تصنع الغذاء الذاتي بنفسه. حالها حال الآتوتروفز. زين. اه نانو يقول لك الايروبيك دقيقة. اني مو عندي الآتوتروفز. اه. الآتوتروفز قلنا نشبيه رح تكون يا اما كيمو اوتوتروفيك. يا ما تكون الفوتو اوتوتروفيك. صح راسي شبير. واخدنا بعد اللي هو الهتيروتروفز. بس ما فتنا على التفاصيل. هس رح نفوت على اول واحد اللي هو الفوتو اوتوتروفز. اللي هو يصنع بالضوء يعني عن طريق الضوء. يقول لك هذا يكون يا اما هوائي يا اما لا هوائي. يعني يكون شنو هوائي او لا هوائي. شوفوا هذا اول موضوع راح تشبيه ان شاء الله. اللي هو الفوتو اوتوتروفز. الموضوع الثاني اللي هو كيمو اوتوتروف بكتيريا. تمام? وراح نكون نحن خلصنا هذا الموضوع. اللي هو يعتبر يعني مقدمة سريعة عن البكتيريا. يقول لك هذا الايروبيك. عفوا الفوتو اوتوتروفز راح يكون بي شنو? راح يكون بنوعين. النوع الاول هوائي والنوع الثاني لا هوائي. الايروبيك والان ايروبيك. الهوائي راح يستخدم لك الضوء كمصدر للطاقة. واللا هوائي راح يستخدم لك الطاقة حتى الطاقة اللي تجيني من الاكسدة زيان. ما منو? من الاكسدة ما اختزال المواد الكيميائية زي يعني? يعني يسوي لك شنو يسوي اكسدة المواد الكيميائية المختزلة. اكسدة المواد الكيميائية المختزلة. اوكي يعني المختزلة. المختزلة مو مختزلة. يعني مو مخزونة. اللي صار بيها الاختزال. هذا هو الفرق بين الايروبيك والان ايروبيك. زيان بالنسبة للمعادات ما صبر تحفظوها يعني. بس هي مو صعبة. سي او او اش تو او واللايت راح يصلع لك الـ CH2O بين قوسين N ما يعرف عن شغل العدد مارتها زادا O2 زين هنا لشنو عندك الـ CO2 والـ H2S ويا الـ Light راح يطلع لك الـ CH2O وياها N والـ 2S و H2O يرجع مرت لأخي يقولك CO2 والـ S والـ H2O راح يطلع لك الـ CH2O والـ CH2SO4 فهي لا أحفظ ولا أني يعني دافتهم يعني شمكتوب أنا ما حاوتها سرفتهم وياكم بس ما عرفت عموما ما تفيدنا بس إذا خلص من الكيميا وإذا خلص من عدد السادس و الخمس عموما فأني عندي شنو عيني عندي أهم شيء أهم فقرة أنه راح يكون Foto Autotrophs راح يكون عن نوعين Aerobic والـ N aerobic وأنت بعديكم الفرق بناتهم هذا مهم طبعا حي مهم الفرق بناتهم زين هسنا نيجي على الكيمو Autotrophs خليشوف هذا الكيمو Autotrophs شبيه شي يقول لك يقول لك واهي البكتريات الكيمو يعني باعوا خلينا نطقهم في النظرة سريعة الكيمو Autotrophs معناها شنو؟ معناها أنه أنه أنت بمكهما تأخذ من الضوء المصدر ماتك سوي أنت فالتفاعل خاص بك وأنتجه يعني شون مثلا أنا مثلا ما أأكل يعني ما أوقف بالشمس وأسوي الغذاء ماتي لا أنا قاعد هنا بأي مكان أريده وأسوي فالتفاعل الكيميائي داخل جسمي ويطلع لني الأكل هاي هنا هالفكرة فالهذا سماها كيمو ليش سماها كيمو؟ وكيمو مو هذا الشسم هذا يطلع اللي عنده شسمه لهذا السمين يطلع لحشيش لا يطلع لا كيمو قال لك كيمو لأنه شسمه لأنه أكوف التفاعل كيميكو اللي يصير بالموضوع حتى يتم إنتاج الغذاء فيقول لك أنه هاي هي بكترية اللي راح تحصل عاماتها الطاقة أو الغذاء حتى نقدر نقول يعني هو طاقة بس هو الغذاء لأنه هو الغذاء راح تحولها طاقة من شنو من التفاعلات الكيميائية زين اللي راح يشبيها اللي راح تقوم بإنتاج كل مواد العضوية المهمة زين مثل شنو مثل كاربون ديروكسايد يعني هنا دي أقول لك أن هاي التفاعل الكيميائي اللي جاي يصير داخل البكترية هو اللي راح يقوم بإنتاج كل شي تحتاجها ببكترية زين يعني أي شي تحتاجها ببكترية هو راح يقوم بإنتاجها تمام موست كيمو أوتوتروف بكترية راح تقوم وين راح تعيش بالهوستل انفارومنتز يعني شنو شنو يعني هوستل أنا شكاتبكم هنا فوقها كاتبكم الانكمفورابول أو انكمفورتابول نفس الشي زين معناها اللي هو الغير ملائم زين اللي تعيش بمكانات تكون غير ملائم غير ملائم من نسبة لمنه غير ملائم من نسبة لأي كائن حي يعتمد على الطعام ما تم موهو ينتجه يعتمد على في المصدر آخر يعني أنت مثلا أخليك بالصحراء شو راح تعيش راح تموت موصح لأنه ماكو أكل ماكو هذي زين بينما إذا جيب مثلا النبات أخليه بالصحراء وانطيه مثلا انطيه بس مي راح يعيش هو يعيش واحده ليش أنه هو راح يعتمد على انتاج الغذاء ماته وين عن طريق العفو عن طريق الضوء الشمس وعن طريق الامتصاص من المواد الغذائية موجودة بالتربة ماته أو عم يموه صحراء التربة مكان مفتوحة فنفس الحال هنا نقول لك أنه هاي تعيش بمكانات تكون غير ملائمة إما إحنا اللي إحنا نعتمد على مصادر أخرى زين بينما هذا هو ما يعتمد على مصادر فأي مكان يعيش به ما عند الشكال يعني إنت شون قول وين ما تذبه هو يعيش إنه هو أصلا يعني ما يعتمد على أحد زين مثل شنو مثل ديب سي فينتس ما فتهمت شنو هاي صراحة بس هو الترجمة يطلع لك اللي هو الفتحات ما إش اسمه البحار العميقة زين ما عفت عين شنو فتحات بالضبط يجوز مثلا الفتحات بالقاعة كلش ما ندري ما أعرف زين يقول لك وأيضا رح تقوم بإنتاج برايمر البروديوسرز زين وراح تكون هي عبارة عن منتجات أولية في هذه النظام البيئي في هذا النظام البيئي يعني بوساطة يقول لك أنه رح تقوم باعتماد على نفسها زين وتعيش بمكان يكون انكمفوربول رح يكون مكان هو غير ملائم منه إلنا إحنا ولكن هو ملائم إلها أو معدها شكال لعنى أصلا دعيش بيه ايش بيه هاي البكترية يقول لك هاي البكترية تحتاج مواد عضوية حتى تحصل علاماتها الطاقة الكيميائية وهي مواد العضوية تحصل عليها من تفاعل كيميائي زين وبالتالي رح تنمو ورح تتطور زين يقول لك هاي البكترية رح تنقسم إلى أربعة أنواع أساسية هاي جدا مهمة هاي أنواع الكيمو أوتوتروف بكتريوم زين أو كيمو أوتوتروف بكترية البكترية اللي رح تكون هي تعتمد على إنتاج طعام مرتها أو الغذاء العفوة أو الطاقة عن طريق التفاعل الكيميائي رح تكون بيها أربع نواع جدا مهمة النوع الأول اللي هو براسيت بكترية زين البراسيت بكترية عفو براسيت شنو براسايت بكترية تمام معين براسايت بكترية ذي إذا نقول مثلا براستيك نقول يعني نخففها بس إذا أكو إيه بالنهاية نقول براسايت براسايت بكترية السابروفايت بكترية مثل ما قلت io شباعو هناكو خطأ سابروفايت بكتريا هنا encontramos مو سابروفيتيك. او دقيقة يعني همو شكال لانه هنا نخلاه ايسي بالنهاية. عموما احنا عندنا اللي هو سابروفايت بكتريا. اللي هي تعيش على المادة عضوية زيين يعني هي المادة عضوية هي تاخذها. وعندي الباثوجين بكتريا اللي هي البكتريا اللي راح تكون مرضية وعندي النون باثوجين او باثوجينيك بكتريا بكتريا لا مرضية هاي كلها عبارة عن حفظيات. وأه يعني اكو شغلت لاني ما بحثت عليها وطورت روحي بها لانه هي مزلس و هي حفظيات يعني. عموما ننتقل هسا على الموضوع اللي هم حفظيات. هم محاضرة كلها حفظيات. بس هم موضوع شوي يعني مو مثل هال مور عينة. رحاح نحاول نقرأ السريع ليش لانه كل حفظ مثل ما قلت لكم آني. بس اذا كن مثل شهرة تحتاج توضيح انا اقول لكم عليها. ركزوا يا كل جزين. يقول لك البكتيريا راح تكون متنظمة في حجم معين من الصفر بونت اثنين الى خمسة مايكرو متر. يقول ا اصغر بكتيريا راح تسميها المايكو بلازما. زين هي البكتيريا اللي هي تكون صغيرة. البكتيريا صغيرة سسميها مايكو بلازما. تمعيني. المايكو بلازما هي بكتيريا صغيرة. رح تكون راح تكون حجمها بقد حجم اصغر اكبر فيروس. اصغر بكتيريا. اصغر بكتيريا. حجمها بقد اكبر فيروس. هنا دي يقول لك المقارنة بالبكتيريا والفيروس. شوفوا شقد عادة اكو فرق بناتهم. مثل من هو اكبر فيروس. اكبر فيروس عندي اللي هو. هو البوكس فيروس اللي هو فيروس جدري ما يعني؟ هو أكبر فيروس موجود أصغر بكترية هي المايكو بلاسما إذن داني مصرحات جدا مهمة يجعلني شكل أمسكيوات ايش بيها بعد؟ يقول لك يقول لك أطول بكترية ها يقول لك بكترية أطول بكترية عصوية اللي هو روت راح تكون مالتها 年струئة يقول لك إن ش COMMنا عصوية لأنها بكترية عصوية ستڤ 대표 عصوية أطول بكترية عصوية راح يكون الحجم مالتها حوالي يعني يشبه الحجم اللي هو الخمرة أو الخميرة وشبه الخلايا الدم الحمراء مع الإنسان يعني سبعة ميكرو متر إذن أطول بكترية راح يكون طو teammate هوا سبعة ميكرو متر تشبه years وتشبه اليوم الرد بلوت سيلز زين يقول لك الشكل راح يكون مقسم من ثلاث أنواع الشكل الشكل أول شي هذا لني كلمات يعني بصراحة سماعت أكثر من اللفظ إليهم أنا سماعت يعني من الدكتوران تقول هذا الكوكاي زين يعني اللي هو يعني مدور الشكل يعني بكترية مدورة الشكل زين بس أنا سماعت نفس وقت يقولون كوكساي و سماعت يقولون كوكسي فما أدل بصراحة يعني شنو بالضبط اللفظ مادة يعني أنا أنا ما أعرف بالصراحة بس اللي إحنا راح نمشي عليه هو يعني اللي سماعتها أني من الدكتورة م ، قالتنا المادة اللي هو الكوكاي زي يعني الكوكاي و عندي البسالاي أيضا تسمعت يعني بغير لفظ بس مع هذا راح نمشي من قر长 البسالاي هسة ناخده إن شاء الله و عندي اللي هو سبايرو كيتس زي يعني هل هو يكون لو لبي يعني يعني مو لو ببي لعفو يعني شون نقول نحنا حلزوني الشكل سبيارو كيتس و عندي البسالاي البسالي يكون طويل الشكل زي يعني طويل إيهج تقيمي شبه الروتس وعندي الكوكاي رح يكون مدؤس رح نذكره لحنا بقى رح نحكيه يقول لك أول شي الكوكاي رح يكون مدور البسالي رح يكون على شكل عود والسبيروكيتس رح يكون هو يعني هيش سبيرل هذا شايفين هذا الشي يسمى السبيرل يسموه بالدفاتر موجود هو هذا بنفس الشكل يعني زي شي يقول لك يقول لك بعض البكترية رح تكون متغيرة بشكل مالتها وراح يسميها R6B شي اسمه Polyomorphic اللي هو من يشعيب يقول لك بعض البكترية رح تكون متغيرة بشكل مالتها يعني كل شوية تعاخذ شكل يمكن مرة تكون كوكاي يمكن مرة تكون بسالي يمكن مرة تكون السبيرل سميها اللي هو البوليومورثيك اللي هو البوليومورثيك اللي هي معناها من يشعيب أيضا مهمة اللي أشركه ماني عليه هو مهم زي يقول لك الشكل ما بكترية رح يحدد عن طريق القوة أو صلاة دعمال منه مع الجدار الخلوي هذا جدا مهم اللي شيء اللي يحدد لك الشكل ماته هو صلاة دعمال جدار الخلوي زين الترتيب على البكترية رح يكون مهم كمثال مثلا ممكن أنه يجمعون ذول الكوكاي كلهم يكونون لك في سلسلة معينة أسميها مثلا دبلو كوكاي أو أسميها الشي اسمه ستريبتو كوكاي طبعا للتنظيمات ومثلا يقول لك إذا جوع على شكل أزواج ذول الكوكاي يعني إيهي تشي واحدة بصف اللوخ زين أسميها دبلو كوكاي إذا عاي شكل سلسلة واحدة بصف اللوخ شا سميها أسميها ستريبتو كوكاي تمام هاي أيضا مهم زين هاي ترتيبات رح تتحدد بواسطة التوجيه ودرجة التساق مع البكترية بالشي اسمه بالوقت اللي يصير بيه انقسام خلوي يعني يقول لك الانقسام الخلوي شون تنقسم البكترية أو بالتوجيه يعني بيه وجهة جاية تنقسم هي هذا الشي هو اللي يحدد لك شكلها المستقبلي تمام يعني يعني هي شون جاية تنقسم أو طريقة تنقسام مالتها هاي طريقة هي اللي يتحدد لك الطريقة أو الشكل المستقبلي لبكترية إذن هاي أيضا مهمة وهاي مهمة وهاي مهمة تمام ننتقل وراه يقول لك هسا ننجي على السلو والله يسا شوية لحدشي رح يكون عندي معقد وراح تمر عليكم مصطلحات يعني رح تنسوها شوية لازم ترجعون يعني تدورون ورايا وكذا وهذا شوية يعني هنا رح تصر عندي هوا ساني وأيضا كلها هي عبارة عن حفظيات رح نجي هسا نقرأ السلو تعرفون أن تقول لكم أنه البكترية رح يوجد بيها سلو جدار خلوي العفو رح يكون بيها السلو اللي هو جدار خلوي طبعا هي مو بس جدار خلوي بيها بلازمة زين وأكو فوقها اللي هو جدار خلوي تمام معيني يعني حالها حال اللي هي النباتات هيا مسألة المفروضة يعني يدخلوها بباركم دائما شي يقول لك يقول لك السلو ر phải یہ parه هو يعني يعني ايقلك ما عدا μέكو بلازمة زين يعني اللي هي ابكتيريا اللي ليس ستحتوي على ما اسمه مو رح تحتوي على السلو رح يكون بيها بس سل ممبرين يعني هو البكتريا العادية بيها سل ممبرين وبيها جدار خلوي اللي هو سلو أتقول لك هذه ما بيها جدار خلوي بها بسال ميمبراين. يسموه شنو اللي هو مايكو بلاسما. اللي يهمني هي اللي هي البكترية اللي هي أصغر بكترية احنا اخذناها اللي هي مايكو بلاسما. تمام يعني? العفو أكبر بكترية. العفو باع عاني. هاي أصغر بكترية. موداقول هاي سمولست بكترية. أصغر بكترية. راح نسميها المايكو بلاسما. وشنو مميزاتها انه ما راح تحتوي على جدار خلوي. هاي خلوه باركم. زيان. هسا بدينا نربط احنا ويا الاسلاد القبلة. زيان نكمل. يقول لك بعض من هاي بكترية او بعض من سطوح بكترية او بعض من الخواص الخارجية لسطوح بكترية. زيان. اه ممكن انه تلقيها. مثل شنو? يقولك ممكن مرات مثلا انت عندك جدار خلوي بس بيشغلات خارجية. يعني مثل خصائص احنا نسميها. مثل شنو هاي خصائص? مثل ممكن تلقي كابسولة. يعني ممكن تلقي انت مو جدار خلوي عندك هاي جدار خلوي. ممكن يحاط بكابسولة. ممكن يعني. هاي يسموها خصائص خارجية. شي سموها? يسموها ايه الخصائص السطح الخارجية. مثل كابسول ممكن ان اكو انواع بها كابسول ممكن ان اكو انواع ما بها كابسول. يقولك لثاج الله اللي هو الصوت يكون طويل هذا. اكو انواع بيه اكو انواع ما بيه. بعد عندك اللي هو هاي ايضا سماعت هاني الكوما يعني بطرق مثل هاني سماعت مثلا بلاي وسماعت بيلي. احنا اللي سماعتها من دكتوران اللي هو تقول بيلي. زين? البيلي اللي هو اللي تكون مثل الزغابات زي يعني مثل عندي الزغابات ايه ايه جي صارة. بينما الفلاج اللام او الفلاج اللام راح تكون هي صوت واحد طويل. زيب. يقولك هذا يكون راح. يقولك بها وعلي اهم شي اهم شي تعرف شنو? تعرف انه هؤاني الجدار الخلوي يكون فوق الغشاء البلاسمي. هذا غشاء البلاسمي وهذا فوق اللي هو جدار الخلوي تمام معيني? يعني هذا اللي بالاحمر لها صداحة وط يسموه سلول وهذا يسموه البلاسمي ممبرين. اوكي يعني هاي مسأة جدا مهمة. شنو بعد شي يقولك يقولك اهم فقرة هسا يعني راح يبلش مات الموضوع. انه هاد الجدار راح يكون متكون من شنو? راح يكون متكون من مادة يعني هو مثل طابوك مادة. يسموها الببتيدوكلايكن. تمام? يعني هاسا منتج تفتح هذا السلول وتكبره. راح تلاقيهم بتكون من جزيئات. ما اسمها هالجزيئات؟ اسمها الببتيدوكلايكن. هاي اهم شغرب وجودها حاليا بهذا السلايد مادتي. الببتيدوكلايكن هي مكون هو المكون الاساسي للسلول مادتي. زين. ايش بي? يقولك التركيب والموقع الكيميائي والسمك مع الجدار الخلوي راح يعتمد على منه؟ راح يعتمد على نوع البكترية. على شونه يعتمد يعتمد على نوع البكترية؟ السمك باو عليه يا شباب. السمك مع الجدار الخلوي والتركيب والمكونات الكيميائية راح يعتمد على على نوع من بكترية. يختلف من واحد لآخر. زيان. هاي البيبتيدوكلايكان اللي هو المكون مع الجدار الخلوي. راح يوفر لك شنو دعم. شنو وظيفته؟ بقوا عليه جداً مهمة هاي. شنو وظيفة البيبتيدوكلايكان يقول لك راح يوفر لك دعم تركيبي. وراح يحافظ لك على الخواص الخارجية للشكل مع الخلية. زيان. يعني دائماً يحميها من بره ويحافظ على الشكل. مثلاً إذا هي مربعة تبقى مربعة. ممكن شوي تتغير. هي مدورة تبقى مدورة. اللي هي روتز تبقى روتز. اللي هي سبايرل تبقى سبايرل. ما تتغير. مثل. هسه مثل ما شوفونا قدامكو مهنا شي عندي يباواوا عليه. يعني عندي الهنا اللي يفيدني. يعني حالياً باعو. وين شاسمه السيلول? هذا هو السيلول. هذا الجدار خالي. هذا اللي هو بالأسود. الجدار الخارجي. خلي احاطه بغير لون. خلي أبغير لون. هذا هو السيلول. معاود. هذا هو سلوال شا عندك بعد انت عندك يقول لك؟ هذا السيتابلاسمك ممبرين هذا اللي هو صار جوة باعو. هذا صار واحد جوة. عندك هذا اللي هو بالاحمر وأنتك هذا اللي هو السايتابلاسمك ممبرين عندي هنا نشوفه يقولك ممكن انتلقي فيترزium مثل Fitness проп Евض answered quenhb Wisconsin عندي كابسولة باعو عمال يجري تلم كهة. عندي ما tv� sineka عندي اللي هو بالي. انتونando ما عندي واحد شهاية كيف وسbart ي ولدي أفلاج اللم والصوت، يعتبر أنه خاصية خارجية. الآن نصل على خلية البكتيرية، ما بها خلية البكتيرية؟ يقول لك كل ما يملك في الموضوع أساسي. لا علمي، يقول لك ما هي خلية البكتيرية؟ يقول لك الجدار الخلوي يمتلك عديد من الخلاص المهم، ما هي خلاص الجدار الخلوي؟ واحد، اثنين، اثلاثة. تجيك على شكل نقاط لا اما تجيك لانه يعني شنو دعا يكتبي سلايد كامل بس يعني ممكن تجيك يعني شكل امسك لواته وعلى شكل اسئلة نقطة رقم واحد شباب عندي اللي هو يقول لك بالقرام نقدف ها باو علي هنا راح تيجي في المصطلح علي يسموه قرام نقدف ويسموه القرام بوزتف بكترية هذا شنو قزدي قرام نقدف وشنو قزدي بالقرام بوزتف باو علي ركزويا كل جدين ترى انا مفتهمتها بالبداية وبوقتها يعني من قرية المحاضرة بعدين بني هفتهمتها فاني ها سدافيتكم بالمعلومات اللي عندي القرام بوزتف راح اسميها مثلا قرام بوزتف وعندي اللوخ اللي هي قرام نقدف تمام القرام بوزتف والقرام نقدف يعتبرون ذني انواع البكترية انواع من البكترية بس شنو انواع مو انواع مثل البكترية مثلا البكترية اللي يسوي فلان مرض بكترية اللي يسوي فلان مرض لا مو هي شي انواع اساسية يسموها القرام بوزتف شنو قزدي بيها القرام بوزتف قزدي بيها هي بكترية اللي بيها الجدار الخلوي يكون سميك تمام البكترية هي اللي بيها جدار الخلوي رح يكون سميك بينما الجرام نقدف هي البكترية اللي رح يكون بيها جدار الخلوي مش بيه رح يكون رقيق اوكي يعني رح يكون رقيق بس هو اكو بعد يعني تفاصيل مو بسيج بس انتخل ليها ببالك الجرام بوزيتف هي البكترية اللي رح يكون بيها جدار الخلوي رح يكون سميك والجرام نقدف رح يكون كلش رقيق زي يعني هذا البلاحمر هو الجدار الخلوي مالها رح يكون جدا رقيق رح نأخذ إن شاء الله تفاصيل أكثر عن جرام بوزيتف و جرام نكاتف لما نعبر بالإصلادات الجاية زيان فهس أشي قلك الجرام نكاتف معناها اللي رح يكون بيها خفيف هذا الجدار الخلوي شبيهها تحتوي على المادة يسموها الاندوتوكسن اللي هو السموم الداخلية زيان اللي هو عبارة عن شنو عبارة عن ليبو بوليساكرايد شنو هو الاندوتوكسن شنو مكون أو شنو يتكون شنو هو المادة كيميائية مع السموم الداخلية المكون الكيميائي هو ليبو بوليساكرايد تحفظوها يكون حفظ رح يمر عليه هذا إن شاء الله بالنهاية اثنين يقول لك البوليساكرايد السكريات المتعددة والبروتينات هي عبارة عن مواد معينة موجودة زيان اللي هي وشنو وظيفتها رح تكون مهمة بالتحديد المختبري يعني أقدر من خلال البروتينات والبوليساكرايد السكريات المتعددة مع البكتريا اللي أنا جاء في حصها أعرفها يا نوع زيان لأنه مثلا كل واحدة تختلف عن الأخرى مثلا وحدة بيها بوليساكرايد وبيها بروتينات تختلف عن البكتريا الأخرى فمن خلال هاي شغلتين أقدر أنه أميز النوع عمالتها بوليساكرايد والبروتينات ثلاثة يقول لك بالبورين بروتينات شنو هي بورين بروتينات يقول لك البورين بروتينات هي عبارة عن أي فئة من البروتينات التي يمكن أن تشكل جزيئاتها قنوات عبر الأخشية خلوية شنو هاي القنوات يقول لك رح تكون كبيرة بما يكفي للسماح بمرور الأيونات والجزيئات الصغيرة يعني شنو قصدي قصدي أنه هي عبارة مجموعة من البروتينات وظيفتها أنه من تجي على شه اسمه من تجي على خلية شرح ستسوي لها رح تخترق الجدار الخلوي مالها وتفوت من خلالها تمام معيني رح تخترق الجدار الخلوي وتفوت من خلالها فيقول لك أي فئة من البروتينات يمكن أن تشكل جزيئاتها قنوات زي ما حتشكل القنوات عبر الأخشية الخلوية هذا غشاء الخلوي سوت قناة ودخلت لجو تمام معيني رح تكون هاي القنوات كبيرة بما يكفي للسماح بمرور الأيونات والجزيئات الصغيرة زي ما يعني هاي يقول لك القناة لازم تكون كبيرة بما يكفي حتى يدخل بيها الجزيئات الصغيرة والأيونات لأنه الأيونات والجزيئات رح يكون حجمها كل يش صغير أوكي يعني هاي مسألة جدا مهمة فهي من اسمها باقع هل تعرفون شنو الثغرب الإنجليزي اللي هي بور صحنا مصح فهنا يقول لك البورن البورن بروتينز رح تلعب دور وين بعملية التسهيل بمرور الجزيئات المحبة للماء الصغيرة هاي وظيفتها إلى داخل الخلية هاي هي وظيفة البورن بروتينز أنا رح تسمح لك بدخول المواد الصغيرة المحبة للماء اللي هو الهايدروفالك زيب يقول لك هاي بورن هاي ش صار يقول لك البورن بروتينز شبيهة بالسطح الخارجي مالجرام نيكاتف اللي هو رح يكون غشاء ماتا رقيق سلول رح تعمل كقناة تسمح بدخول المواد الأساسية مثل الشكر الأحماض الأمينية والفايتامينز إذن هاي وظيفة أخرى للبورن بروتينز شنو وظيفة الأساسية الأولى أنه راح تسهل رقم واحد رقم واحد أول وظيفة اللي هو راح تسهل لك عملية دخول المواد الصغيرة المحبة للماء وأيضا اللي هو الوظيفة الثانية وينها أنه بالغشاء الخارجي مالجرام نيكاتف شو حسوي راح تسمح لك أو راح تعمل لك القنوات راح تسمح لك بدخول المواد الأساسية مثل شنو مثل السكر الأحماض الأمينية والفيتامينات إذن راح تدخلك سكر أحماض أمينية فيتامينات وراح تدخلك جزيئات راح تكون محبة لماء الصغيرة زي وأيضا راح تدخلك اللي هي المواد المعدينية وأيضا راح تدخلك الانتي ميكروبيال دراكس اللي هي المواد المضادة للمانكروبات شوفوا شم شغل راح تدخل واحد هنا عندي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مثل شنو مثل شنو هاي الأدوية اللي هي البنسلين راح تدخلك البنسلينات اللي هو دواء البنسلين زي نيجي هسا الشباب اللي هو اي هذا هذا المركب الأساسي اللي هو يكون لك الجدار الخلوي خنشوف هذا من شنو يتكون أو خننحشي عليه لأنه هو نحن نعرف هذا أساسي هذا أهم شي بالسلو واني ده أقرأ عن السلو والله لعلي شون ما أقرأ علي لازم أقرأ عليه زي شي قلك يقول لك المصطلح منين يجاني يجاني من الببتدات والسكريات يعني يعني السكر 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 شنو الشكر أو السكر زائدا ببتدات زي نحن يقولي شون ببتدات راح يكون لك الببتدو كلاكن تمام معيني راح يشكل لك هاي الجزئة عندك هنا شباب ركزو هنا قد تكون فالشغلة مهمة هاي شغلت يعني نحن قد تكون هي كلها عبارة عن حفظيات فلانت لازم تركز عليها هنا أنا يقول لك أكوفد عندي اللي هو مرادفات مرادف لهاي الببتدو كلاكن شي يسمو يسمو المورن شي يسمو يسمو المورن أو يسمو المورن زي المورن أو الميورن الميورن أو المورن أنا راح أقول الميورن حتى يعني أحفظها حتى يعني لا نسل لأنه كو الميورن أو يسموه شنو الميوكا بيبتايد تمام هاي مرادف آخر لما تسمع ببتدو كلاكن راح وتسمع الميورن أو تسمع الميوكا بيبتايد أعرف أنه هاي هو الحجر البناء الأساسي لأي سلول خاص بالبكترية زي هاي جدا مهمة شوفها يعني هي عبارة عن حفظيات كلها هذا الببتيدوكلايكن هو عبارة عن مركب متشابك زي شبكي يعني عبارة عن شبكة متشابكة راح يحيط لك الخلية كلها وراح يتألف من من جزئة واحدة كبيرة وراح تكون متحدة زي يعني وراح يلقي هذا وين فقط في بكترية يعني أي واحد يقول لك عندي ببتيدوكلايكن بغير خلية بغير خلية مو بكترية قولي لا حبيبي انت حجة قلط زي بس بالجدار الخلوي الخاص بالبكترية زي ببتيدوكلايكن دقيقون زي يقول لك هذا شنو وظيفته هذا ووظائف ما تجده مهمة الوظائف ما ببتيدوكلايكن اول شي راح يوفر لك دعم قوي للخلية راح يكون مهم بالمحافظة على الخشيص والخصائص الشكلية مع الخلية راح يسمح لك بي راح يخلي لك الخلية انه شاسمه تتحمل ضغط ازموزي واطئ مثل ضغط الماء زي البيبتيدوكلايكن ايضا راح نكمل على البيبتيدوكلايكن وهذا صراحة جدا مهم يعني ان شاء الله لما نوصل هنا اللي هو التايكويك أسد يعني هو ثاني اهم شغلة موجودة بها المحافظة خلص يعني ما راح نطول ان شاء الله بس نختم هاي هنا شوية عندي هوا ثاني بها يقول لك البيبتيدوكلايكن يعتبره شنو يعتبره هو الكاربوهايدويت باكبون اللي هو العظم او الهيكل العظمي كاربوهايدريتي زين اللي يكون لك الخلية او اللي حيطلق بالخلية ويدعمها شون انت عندك السكليتون الخلية البكتيرية عندها هذا البيبتيدوكلايكن راح يتألف من شون شواب راح يتألف من جزئتين شو هي هو ساسمها اول واحد اللي هو الان أسيتل ميوراميك أسيد الان زين أسيتل ميوراميك أسيد وثاني واحد اللي هو همت ان أسيتل بس مو بس مو ميوراميك اللي هو غلوكوسامين تمام عندي الأسيتيل عندي اثنين أسيتيل بالعربي نحن نقول أسيتيل ان أسيتيل وان أسيتيل اول واحد ميوراميك زين من ايجاني ايجاني من هذا الميورين زين يعني ميوراميك أسيد وثاني واحد اللي هو غلوكوسامين موليكولز يعني واحد راح يكون حامض وواحد راح يكون عادي يعني كشو ما بي يحمي مكونات اللي يكن التكون هناك تمام يكمال يقول لك تفكير جميعنا كل واحد من ذنين ان لم يركب zu WeChat لم يكن هذا هذا كل هذاっ من我們 نسمى ع63 سيكون هو متكون من شطرين مثيرا هذا الشطر يكون einerن أساتين الأول وهذا AREA تمام هذا الثاني وهذا الأول يقول تلك كل واحد من ذنين سوف يتصف بجزائق معينة ما نسمى هذه الجزائقات نسميها براكز لاعيت نسمي ذن вспكير والأمينو أسيدس والله أمينو أسيدس يعني شنو يعني أننا سنجلب جزئة يسموها الدي أنامينو أسيدس وهنا سنجلب هي الهي أصلابacci운데preneعم التس Luca تمام إحنا للمناسبة الدي قائد دين تصور معناها اللي هو اللي هو اليمين والال معناها الليفت خلص يعني هاي إحنا أخذناها بالأصوير بالباييو كموسطري AI لن نسخة هذه الحالة التي كانت لديها والحرورة حتى كنا أريدها ولكن المهم هي المهمة ويسار إذن سيكون لديها أستيل وهذا كان أول واحد وهذا الأول الوقت قلت لكم هؤلاء وهذا أول ميراميك وهذا أول الساميل الواحد ستجلب من ال امين و أسد و الأول ستجلب من ال سال والتركيب الذاتي لكل واحد يختلف تبعاً للبكترية يعني كل بكترية تختلف نوعها عن النوع الآخر يعني هذا الشكل قدامكم هو مو شي دائم لكل البكترية لا يختلف حسب النوع مراتها يقولك اكو نوع اي من ذني الامينات هاي مو قلت لكم دي و ال امينو اسدس يقولك هذني مو قلت لكم هي انواع مختلفة يعني مو بكلها بها ال و دي امينو اسدس يقولك اكون واحد تستحق انه اذكرها مثل منه مثل هذا النوع اللي هو ال اي داي امينو بملك اسد اش بيه هذا يقولك هذا اللي هو رح يكون فريد من نوعه لجدار الخلوي البكتيري وعندي ثاني مواحد اللي هو دي الالانين هذا ايضاً هو شنو يعتبر هذا حامض اميني اش بيه اللي هو رح يكون مضمن بالكروس لينكس اللي هو التواصل يعني او المشترك بين منه بين التيترابيبتايتس اللي هو جزئات التيترابيبتايتس ووين ان دي اكشن اوف تيبنسلين رح يكون هو الى وظيفة وين بالتواصل بين التيترابيبتايتس وبين العمل مع البنسلين ما يفوتاني بالتفاصل لانه ما تفيدين تفاصلها حالياً لكن تحفظون انه انا عندي اثنين من ذني اللي هو داي امينو باي مالك اسد ما ادري باي مالك اسد وعندي اللي هو دي الالانين واحد منه عندهم رح يكون فريد من نوعه للبكتيرية او جدار الخلوي مع البكتيرية والاخر رح يكون هو شنو رح يكون مضمن بالكروس لينكس بين منه بين التيترابيبتايتس وبين الاكشن والبنسلين يقولك لاحظ انه التيترابيبتايتس رح يحتوي على ايزومارات دية تكون فريدة منه او تكون نادرة زيان واغلب هاي يحتوي على اغلب البروتيينز رح يحتوي على الايزومار ما ما تفيدكم يعني هاي تشكلوات يعني يخلص السلاد بانتي لحد هاي النقطة لحد هنا يخلص السلاد بانتي زيان ننتقل هسا على التكمنة اخرش ان شاء الله هذا بببتيدو كلايكن زيان بببتيدو كلايكن حتى اللي تيهون ويايا بببتيدو كلايكن رح يكون هو عبارة عن شنو عبارة عن الحجر الاساس اللي يتكوين السلول يتكون من شنو يتكون من جزئتين واحدة بصف اللخ واثنين هم رح يكون رح يكون يعني بيهم ان اساتيل زيان واحد من الميوماريك واحد رح يكون اللي هو غلوكوكوسامين زيان سيطلبوهم جزيئة واحدة ستكون L-Amino Acid واحدة ستكون D-Amino Acid هناك فد نوعين من ذني L وال D مهمات كل شيء أن أعرفهم يسموهم D-Amino Pymalic Acid وعندي D-Alinen كل واحدة وعندها وظيفة خاصة بي يقول لك المكملات الأخرى مهمة بهذا ببتودو كلايكان أنه سيحتوي على ببتودو كلايكان أنه سيحتوي على فد مادة أو فد شيء نسميه ببتودو كلايكان اللي هو عبارة عن مشبك ببتدي سيكون موجود بين أنا عندي جزئتين من تيترا ببتودو كلايكان سيكون موجود بينهم سيكون مختلف ، طبعا لتسمى الأنواء وسبب أنه سيكون موجود بالبكترية ولم يوجد بالإنسان ببتودو Isabel سيكون هو هدف جيد للحبوبين مضادة للبكترية يقول لك أقول له لماذا أن هذا الم Rig ليس هذا المبتودو كلايكان بل في الجدار الخلوي واللي لا موجود بالإنسان فهني إن استخدت حبوب مضادة لبكترية سيقول لك أن يضرب هذا الجسم ببتيدو كلايكن وأخذت دوة مضاد للبكترية هذا الدوة المضاد راح 50% يقتل بيها بكترية و50% يقضي بيها على جسمك لأنه أنت جسمك كما تبدي ببتيدو كلايكن لو افترض منه يعني فأنت مدام ما عندك فرح يكون تأثير مات دوة 100% على الفيروس عفوة على البكترية هاي مسألة مهمة صراحة يقول لك ليش راح يكون تأثير قوي على البكترية مات دوة يقول له وذلك لأنه جسم مات تكمل الإنسان ما يحتوي على هذه المادة اللي هي ببتيدو كلايكن زيب فعندك هنا اختصار اللي هو الناج خلنا نقول ناج ونام أو ناج براحتكم اللي هو الان ان اساتيل الكروكوسامين والميوراميك اسد اللي قلت لكم هالي مكونات ببتيدو كلايكن زيب هسا ننتقل على فد مادة أخرى يعني هي إحنا نحن نحنشيها سيح عن أمورات مخربطة مواضيع مخربطة يعني ما يكون ربط قوي بناتهم عندي هسا اللي هو التايكويك أسد تايكويك هات أنا كاتبة بالعربي حتى أحفظها التايكويك يعني مو مو تيكويك ال اي راح تكون شوية يعني راح تكون التايكويك هذا فت حامض اسمه تايكويك أسد خلنشوفش به أو شي هو احنا نقول هو حامض ولكن هو بالحقيقة مو شرط يكون حامض يعني ممكن يكون مثلا هو يعني ممكن يكون هو مثلا يعني فد موليكيول يعني لما نقول لك عن أسد راح نروح بالك عن النزيمات الهاضمة ولكن لا مو شرط يعني الجزء هو بس المكون ماته وتكوينته راح تكون هي اش اسمه أسد لا أكثر ولا أقل هو عبارة عن ألياف ها شو قلت لكم هي عبارة عن ألياف راح تكون متألفة من يعني بوليمرات يعني حزم خلنقول من يأما كليسيرول فوسفيت أو رابتول فوسفيت يعني يقول لك هذا شنو مكونات ماته مكونات هو عبارة عن تجمعات لقليسيرول فوسفيت وإذا ما كن قليسيرول فوسفيت راح يجيب مكانه رابتول فوسفيت طوام يعني وشنو يقول لك يأما كليسيرول فوسفيت ملتسق مع كاربوهيدر الباو عليا المكون تايكوك أسد تحت للدخون يقول لك بي حالتين أو يأما هيك يأما هيك الحال الأولى يأما كليسيرول كليسيرول فوسفيت زائد كاربوهيدرات زائد يعني يأما هاي الحال الأولى اكتبوه يومكم هاي الحال الأولى أو يأما الحال الثانية شنو هي الحال الثانية أنه راح يكون مثل ما قلت لكم رابتول فوسفيت فوسفيت زائد كاربوهيدرات تمام فرح يكون أنا عندي كاربوهيدرات مع منه مع شغلتين يأما كليسيرول فوسفيت يأما كاربوهيدرات مع رابتول فوسفيت وراحل تسقون اللي مثل أقولك ويا مثلا أول واحد غليسيرول فوسفيت ما هو كاربوهيدرات عن طريقها آسرة يسموها الفوسفو دايستر بوند اللي هو الآسرة آسرة الفوسفو دايستر وإذا كان بين رابتول فوسفيت وكاربوهيدرات أيضا عن طريق الفوسفو دايستر بوند تكتبوه همكم هم مهم محل زائد عرفنا مكونات مات شي يقول موجودة وين بسطح الخارجي مع الجرام بوزيتف الجرام بوزيتف اللي هو جدار خلوي سميك تمام وراح يمتد من خلاله وين باو علي أنا خليت لكم هاي الصورة ما موجودة هي بالمحاضرة خليت لكم ياها يشوفون هذا دقيقة عفو من هو هذا قدامكم هذا شنو هذا هذا صح ومصح اللي هو المكون الأساسي المن للسلول إنه هذا قدامكم كله يسمون سلول هذا كله يسمون سلول باو علي هذا يقول إذا كان سميك راح يكون الفيروس اسمه وإذا كان خفيف راح يكون الفيروس اسمه يعني هذا يعتبروه شنو هذا يعتبروه ليش يعتبر ليش لأنه هاي يشوف سمكة بينما سميك راح تلاقيه كلش خفيف يعني بس إيهيش تقريبا زي يعني يسمون سميك إذن آي لما أقول لك السلول راح يكون سميك قصد بي البيبتيتوك راح يكون هو سميك لما أقول لك الجدار خليل راح يكون ضعيف زي أو ثن رقيق معناها البيبتيتوك رقيق هو راح يكون رقيق لأنه هما نفس الشي يعني لما أقول لك سلول أوف بكتريات تقول لي اللي هو بيبتيتوك رايق زي هاي بنأحد هاي حتى أفهمكم بها يعني نطلعنا شوية من الموضوع زي نرجع شي يقول لك باوا علينا هذا شنو هذا شنو هذا لتلما قدامكم شمكتوب مكتوب العفو مو هذا دقيقة مو هذا هذا موجود هذا باوا علي أول هو نفس الشي بس مع هذا الشي الواضح و المفهوم هنا شمكتوب التاي كويك أسد التاي كويك أسد وين التاي كويك أسد باوا عليك شي ما أشرلك هنا أشرلك على هذا هذا ما يفيدني ما أشرلك على هذا ثاني واحد هم هو هذا طويل كله هنا يستمر أنت مرشوف يعني لنفرض أنه هو هذا كويك أسد لهم كلهم نفس الشي هذا رح ينزل من بره رح يكون مين من بره هذا هذا رح ممبرين فشي يقول لك علي هاي جدا مهمة يقول لك هذا رح يكون موجود من السطح الخارجي مع قرام بوزيتف قلت لكم أن هذا هو قرام بوزيتف شوفوا هذا قرام بوزيتف رح يكون موجود بالسطح خارجي هذا صح كل سطح خارجي هذا يسموه زين شبيه بعد هذا يقول لك رح يمتد من عنده زين رح يمتد من عنده زين يعني رح يمتد يعني ممكن أنه يجي نانا هذا يمتد ويوقف لنانا زين بس شكاتب لك زوايا شكاتب لك يقول لك بعض هاي جدا مهم بعض من هاي اللي هو تايكووك أسد شبيه يقول لك رح تخترق اللي بيبتلك لك وراح تمر إلى من إلى اللايبو تايكووك أسد اللايبو أو لاحفوا مو ليبو تايكووك أسد وين الليبو تايكووك أسد هذا هو الليبو تايكووك أسد شنو هو الليبو تايكووك أسد اكتبوا هنا يمكم ملاحظة هنا اجروا خط الليبو تايكووك أسد اكتبوا يمكم هو تايكووك أسد الذي يمتد الى داخل الخلية ويلامس الغشاء الخلوي وين الغشاء الخلوي هذا يمتد من خلاج خلية ويمتد يلامس غشاء الخلوي يسمى إذا لم يلامس أهم جرخات أكتب يومكم هو الغشاء الخلوي إذا هذا ميلامس يوقف له هنا أسميه تايكويك إذا يعبر ميلامس ساتبلاسبي كممبرين أسميه ليبو تايكويك أسد تمام؟ أصورها صارت واضحة 100% عدكم زي يقول لك هذا شنو خلص ما أقول شي يقول لك هذا بيفد أهمية بقوا هنا ما أقول هناك شكالت لك كاتب لك أكوفد ميديكال أمبورتنز اللي هو أهمية شنو أهمية طبية صح نعم صح معناها شنو معناها هذا بيفد فائدة اللي هو بنيفد بل في الحقيقة برو علي شباب هذا هنا مو أمبورتنز معناها أهمية هنا هنا معناها أنه إلى صلة بالأمورات الطبية إلى صلة يعني هنا مو لما نقول لك أهمية معناها هو شي مفيد زين لما نتسمع لها كلمة أهمية مو معناها شي مفيد يعني كاتبك ليست أهمية وإنما هي إلى صلة طبية زين يعني منفضل ما نقول أهمية طبية منفضل أقول إلى صلة طبية يعني هذا يرتبط من مواضيع طبية شون يرتبط بالله مفتهمنا يقول لك هذا راح يكون شنو راح يكون إيه قابلية على أنه يزيد لك السبتيك شوك شنو هي السبتيك شوك اللي هو صدمة نتائية أو صدمة المتعفنة شنو قذب صدمة المتعفنة أو شي نحن لازم نخلل نحلل شنو هو السبتيك شوك السبتيك شوك هو حتى نترجمه السبتيك شوك الشوك معناها صدمة السبتيك اللي هو جاي من السبسز اللي هو التعفن أو صدمة المتعفنة معناها أنه لما ينخفض الضغط ماتك من الدم إلى مستويات بحيث يكون الدم جامد يعني ما يتحرك يعني تكون أنت كلش معارض للموت يسموها السبتيك شوك معناها الدم راح يكون ما يفتر بالجسماتك يعني يكون ساكن ماكو اي حركة يعني شون تعتبر انت ميت زين والدم من يسكن راح يتعفن قبل زين راح يسربيعفن فيسمونه septic shock اللي هو الصدمة التعفنية وإذا ترجمونه يطلع لك الصدمة النتائية يعني نتينة زين septic معناها النتانة أو التعفن هو هذا معنى صدمة التعفنية فيقول لك هذا الشي اسمه هو اللي راح يكون مسؤول عن هاي اللي شي اسمه pick up ما فقدت إذا تعرض الجسم ليه بكترية تمام إذا تعرض الجسم لبكترية بقوا عليه هذا مو دقيقة يعني أقصد انه هو هو من يتعرض الجسم لمبكترية البكترية شراح يكون بيها راح أكون بيها تايكووك أسد هذه البكترية شراح يسوي تعفن بالدم وإنه يكون مسؤول بذبط عن هذا التعفن تقول له تايكووك أسد إذا تايكووك أسد مع البكترية اللي دخلت للجسم او اللي دخلت للدم هي راح تكون مسؤولة عن تعفن الدم هاي ملاحظة اكتبوها يامكم سجلوها هاي سجلوها هنا وخلاص صاحي انتحها هذا كل شي خاص الشسمة السيرتكشوك زي طبعا موني يسممها زي يعني وهاي ما عليكم بيها يقول لك ايضا راح الشسمة يعني تكون هي تتوسط لك بالتساق مع الشسمة السافيكوكاي كوكاي زي زي اللي ميكوسل سيلز الجرام نيكتف بكترية دون نوت هاب معليكم هنا هاسا احنا موين وقفنا اخر شي وقفنا اخر شي يام السيرتكشوك وينكوست باي سيرتن سيرتن جرام بوزيتف اللي هنا يخلص ماتي بكترية اللي هنا يخلص ماتي السلايد وترجعو انها بالنهاية اللي يقول لك الجرام نيكتف مرح يمتلك تايكوكاسد هاي جدا مهم جدا 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 مهم هذا السلايد هذا السلايد يكتب يما جدا مهم شما تمسك بيه هو مهم فهنا نيشي يقول لك اخر شي انه جرام نيكتف مرح يحتوي على شنو مرح يحتوي على تايكوكاسد اذا من تشوف تايكوكاسد رأسا نتقول له هذا عبارة عن جي بي اللي هو جرام جرام بوزيتف زي هاسا نيجي على ليبو بوليساكرايتس قابل شوية مرح عليه مصطلح ليبو بوليساكرايتس وين بالله بالضبط خليني النورة ليبو بوليساكرايتس اذا ما لقيتها ما تموش كالنور ليبو بوليساكرايتس والله نسيت هو مرح عليه قلت لكم بعد نحن نأخذ نحن إن شاء الله يلا ذكرنا نجاكم عن هذه المهم هسا ننتقل على الموضوع آخر اللي هو ليبو بوليساكرايتس إن شاء الله نعتبر هذا مو الموضوع قبل الأخير إن هنا عندي شوية فتحة شي زايد أقل لكم عليه يعني هنا عندي همات حتش بالسلول أو اسيد فاست باكترية أو أو ما هو هذا الموضوع بالشي اسمه بالقرام ستينينج تكنيك رح نأخذ فتحة شي زايد أما من فا هسا نقرأ السطر الشي يقول لك ما بيشي مهم هذا يقول لك هاي الليبو بوليساكرايتس شبيه موجودة موجودة بسطى حخارجية معنجدار خلوي يقول لك هل الموجودة بسطى حخارجية معنجدار خلوي شبيهة معنجدار نيكتف طبعا ماهو عليية IMG يقول لك ماهوати marketplace الموجودة بسطى حخارجي راح تكون تسمية أو سموم تكون داخلية سموها اندوتوكسن اذا اذا يقول لك ماذا تعتبر mélاجدية راح تعتبر اندوتوكسن هي سموم داخلية شبيهة راح تكون مسئولة عن عديد من الخواص او عديد من الخصائص او الخواص مع الامراض مثل شنو مثل الحمى والصدمة يقول لك يعني نقدر نقول انه هذا ليبو بولي ساكرايد مع النيكاتف هو راح يكون راح يكون مسؤول عن المرض مع الفيفر والشوك تمام ممكن لها يعني بس هو مثلا انت عندك مثلا مرض يسوي لك شوك وفيفر ويسوي لك مثلا فوميتينج يسوي لك نوجيا الاخرية من هاي سوالف الفيفر والشوك المسؤول عنه هو الجرام نيكاتف تمام بس هذا النيكتين راح يسبب بواسطة هاي الكائنات الحية يقول لك راح يسميه ايضا بالاندو تاكسين وذلك لانه هو يعتبر هو جزء تكاملي انتقرال بارت يعتبر هو جزء تكاملي ليجدار خلوي ليش سميته اندو تاكسين اللي نعتبر هو انتقرال بارت أو السيلوال بينما بالمقابل يعني عكس الاندو تاكسين اللي هي راح تكون راح تكون فعالياتها بالطرح مع البكترية يعني شنو قصدي يعني قصدي انه انا سميتها اندو تاكسين ليش لانه راح يكون هو جزء تكاملي بالخلية نفسها بينما راح يكون هو عكس الاندو تاكسين اللي هو خارجية لما الاندو تاكسين معناها سمو متوفز خارج الجسم خارج الخلية البكترية بينما الاندو تاكسين معناها شي داخل الخلية او شي بالتركيب من الخلية تمام فهو هذا السبباتي الأعراض اللي تسبها بواسطة الانجرام نيكاتيف هاليا راح يكون مشابه لي بعض عنه ولكن الخطورية راح تختلف يقولك ، العدارات مع هذا القرام نيكاتيف راح تكون مشابهة مثلا كلها بها فوماتيك، كلها بهاكون,,كلها بها كذر كلها بها نوجة بس الكلية الخطورية تختلف منه وليه اخر مثلا عندك قرام نيكاتيف قوي يصلك ن۱ قوية عندك قرام نيكاتيف ضعيف ح اصولك تبص ضعيفة في المقادلة باكترية باكترية يقول لك اللي هو اللي هو مركب المركبات ما اسمه جدار خلوي من باكترية اول شي اي فوسفوليبت اي دباق نساها اسميها الليبت اي اي اه بداية او فايف شوغرز هذا ايضا ثاني شي هذا اول شي وعندي ثلاثة اللي هو اللي هو بول سكرايد اللي هو بول سكرايد الخارجي رح يتقل له من خمسة وعشرين وحدة متصلة مع بعضه لبعض او متصلة اي ايش اسمه يعني هو خمسة وعشرين وحدة متكررة من ثلاثة او خمسة سكريات زي تفاصيل ثاني تقروه انه يعني ميرد لشي سهله يعني ما هو كي شي صعب بها الموضوع بس مردوا تحفظون انه نقاط ثلاثة مهمة جدا واحد اثنين ثلاثة ننتقل براها يعني حتدخس الوقت ماتي على نقاط ثلاثة نقاط ثلاثة فخللنا نحاول نكمل هذا السلاد كل ايش سهل واعتبر هذا يعني هو كومون من الشهرات اللي موجودة بهذا السلاد انا ذكرتلكم مياها قبل شوية شي يقول لك بهذا السلاد طبع اليوم صعادات ماضيش لسالة ما عارف لا عارف نقول لك الهسة قلنا نحكي عن وقرام نكاتف انا شكت لكم وشو بركزوها يعني لا تفرمتون لما نعبر لأ احد يفرمت لما نعبر انا قلت لكم معناها هذا تركيب ماتة اللي نسيتش اسمه بالخمان والخمام المتيتك McKeika المتيتك Quinn ببتك 작은 سيكون ماتة ثقة بينما بالتغيرام نكتف متبتك سيكون fearful أقول لك التركيب التركيب الموقع الكيميائي المكون المكونا ال humanity والسماكة ما الجدار الخلوي باليجرام بوزيتف واليجرام ناكاتف بكتريا شنو؟ The structure The chemical composition and thickness of the cell wall ما شو؟ defer رح يكون different رح يكون مختلف زين؟ يقول لك التركيب التركيب والمكونات الكيميائية والسمك ما الجدار الخلوي رح يكون مختلف عن الجرام ناكاتف يعني الجرام بوزيتف الى تركيب يختلف تماماً عن الجرام ناكاتف اوكي يا عيني ماذا يقول لك براها؟ جداً مهم جداً جداً مهم جداً أكتبلكم يوحا يقول لك الأول شيء ستكون هي اسمك هذه المقارنة ستجعلني مقارنة باللون الأحمر رح يكون هي much thicker زين؟ رح تكون هي much thicker الي هو رح تكون متعددة طبقات بينما باللغرام ها يقول لك البيبتير قلقاء اللوايار رح تكون باللغرام بوزيتف عنده باللغرام ناكاتف يعني عن الرجرام ناكاتف رح يكون هو ثن زين؟ رح يكون الرجرام ناكاتف هو ثين بينما ذلك رح يكون هو ثك العديد من الرجرام بوزيتف بكترييار أيضاً رح تمتلك فيبارز زين؟ أو فيبار تايكويك أسد بينما الشسم راح تخرج من برا بينما الجرام نكاتف مرح يحتوى على تايكوك أسد سيهانا احنا ذكرناها قلي شوية يعني هذا يمتلك الفايبرات مال تايكوك أسد بينما ذلك ما يمتلك احنا ذكرناها ملاحظة قلي شوية زي يعني لديكم انه نكاتف ما يمتلك تايكوك أسد بينما بالمقابل نقطة ثانية شي يقول لك يقول لك بالنقيض الى او بالمعاكس زين الجرام نكاتف شبيه راح يمتلك فمعقدات موجودة بالسطح الخارجي راح تتألف من الليبو بوليساكرايد والليبو بروتين والفوسفوليبيتز زين بينما ذلك ما يمتلكها شوفوا شون يقول لك يعني كل واحد عنده سيئات وعنده إيجابيات حسنا مثلا هذا راح يكون يعني مو سميك وما يحتوي على الشسم تايكوك أسد بس نفسه كتشبيه راح يحتوي على الليبو بوليساكرايد والليبو بروتين ويحتوي على الفوسفوليبيتز زين يقول لكو بين الطبقة الخارجية والطبقة السيتوبلازمية الداخلية زين اكو في منطقة يسموها البري بلاسميك سبيس شي سموها يسموها بيري بلاسميك سبيس إذن هاي تعتبر هي خواص نيكاتيف اجرام نيكاتيف باكترية الزにちは هاي راح تحتوي على اول شي ماهم انه هذا الطبقة اللي هي الجدار الخريجه وراح يكون ثن معنته زين راح يكون بيه طبقة وحدة ما راح تحتوي على التايكوك أسد بينما راح تحتوي على الليبو بوليساكرايد تحتوي على الليبوبروتين تحتوي على الفوسفوليبيتز ونفس الوقت راح تحتوي على فد مسافة بين الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية سموها البري بلازميك سبييز هذا كلها كل شي خاصة المقارنة بناتهم فستنجونا على الصورة راح تلاقون شنو راح تلاقون انه هوان المفروض الشكوى يكون عندي لازم يكون عندي سل وول ولازم يكون عندي بلازمي ميمبرين جوا صرحة موصح هذا من وهذا هذا اللي هو البوزيتف زي يعني هذا جرام بوزيتف هذا طبيعي كون شما بي راح يكون طبقتين طبقة السل وول وطبقة اللي هو بلازمي ميمبرين واذا تلاحظون اكون هالي هو بيبتدوك لكن قدتكم عليه زين بينما هذا رائع راح يكون ثلاث طبقات باوع شون هذا واحد اثنين ثلاثة بينما هذا راح يكون واحد اثنين زين شنو طبقة ثلاثة يقول لك اول طبقة بلازمي ميمبرين هاي من تين من عدها الطبقة الخارجية شي سموها يسموها وينها طبقة خارجية ها الطبقة بلازمي ميمبرين وهو بلازمة ميمبرين وسيلول مثل هذا بلازمة ميمبرين وسيلول بس السيلول ماتر رح يكون به طبقتين أوتر موست و بيري بلازميك تمام يعني البكترية كلها رح تكون متكونة من طبقتين سيلول و بلازمة ميمبرين هذاك أول واحد ما بيها شي بلازمة ميمبرين لجوه وسيلول لفوق بلس هذا لا رح يكون به بلازمة ميمبرين لجوه والسيلول رح يكون متكون من طبقتين أوتر موست و بيري بلازميك انت هنا من هنا نأتي على اخر موضوع ان شاء الله اللي هو Gram Staining Technique هنا انا ما ذاكر لك يعني ما حاتش لك عليها فتشي بس انا رح حاتشي لك شي يقول لك يقول لك شوان اميز بين ال-positive وال-negative راح نطيهم فتصبغة شي سموها Crystal Violet شي سمها الصبغة اسموها Crystal Violet تمام نو تمام تمام وراها شي سوي مو صبغة مثلا عندي عينتين زين خليت لهم اثنين هم Crystal Violet تمام خليت لهم اثنين هم شنو Crystal Violet او عندي العفو عندي مثلا انا بس اينة وحدة بيها بكتري ما اعرف هاي نوع شنو اخلي لها Crystal Violet قطرة Crystal Violet اللي هو لونها ازرق يمكن زين وراها شي سوي امسح هاي الصبغة امسحها عن طريق شنو عن طريق محلول اللي يسمو Decolourizing Solution اللي هو المحلول اللي ازاة اللون Decolourizing Solution محلول ازاة اللون اذا انا او شي الونها بعدين امسح اللون تمام معيني وراها اخلي لها مادة اخرى يسموها Counter Stain اللي هو الصبغة التعداد او صبغة العداد هي اخر مرحلة حتى اقدر بعدين اعرف بيها نوع البكتريا موجودة اذا كانت البكتريا وراها هاي ثلاث عمليات تطلعي باللون الازرق اسميها هاي positive اذا تطلعي باللون الوردي اسميها negative تمام معيني المرحلة الاولى Crystal Violet بعدين امسحها Decolourizing Solution وراها اخلي لها Counter Stain وانتظر شوية واشوف تمام هاي اللي هو Gram Staining التكنيك اللي هو طريقة التصوير طريقة تصمير هاي البكتريا زين هاي انتم تكنين جولسون والرزان انتم تكنين دير انا بلطيت و نجرام ستين اقولك اكو فالبكتريا ما اقدر اصبغها منو هي اللي هي المايكوبكتريوم زين شنو هي هاي المايكوبكتريوم تختلف عن المايكوبلازميك اللي اخدناها بالبداية البكتريا الصغيرة تذكروها المايكوبلازميك المايكوبلازميك اللي هي اصغر البكتريا تختلف عنها ندربعكم ترى هاي اللي هي مايكوبلازما هاي شو يسميها هاي اسميها المايكوبكتريوم يشبيها يقولك هي بكتريا تسبب الجذام وتسبب السل زين يسموها شي سموها يسموها المايكوبكتريوم اللي هو البكترية متخصصة بإصابة أو متخصصة بمرض السل. شبيهة؟ يقول لك تمتلك جدار خلوي غير نظامي. وبالتالي ما راح أقدر أنه أصبغها. يعني ما بيها جدار خلوي. فشو راح أصبغها هاني؟ يقول لك هاي بكترية راح أقول عنها أنه هي سموها الأسد فاست. ليش سسميها الأسد فاست؟ البكترية اللي ما أقدر أصبغها أسميها أسد فاست. ليش؟ يقول لك وذلك لأنه هي راح أتقاوم لك المرحلة الثانية اللي هو ديكولاريزيشن. زين؟ لما نتقاوم هاي المرحلة راح أسميها شنو؟ راح أسميها الأسد فاست. إذن ليش أسميها أسد فاست؟ لأنها هي راح تقوم بمقاومة الديكولاريزيشن. زين؟ هذه الخاصية شبيهة هاي الخاصية؟ راح تعود إلى التركيز العالي مع الدهون. أسمي المايكوليك أسد وبالجلال الخلوي مع المايكوبكترية. يعني ديكول لك أنه الآن ليش ما أقدر ليش أسميها أسد فاست؟ وليش ما أقدر أصبغها؟ بغضل النظر عنه أنه هي ما تحتوي على الجدار الخلوي ثابت. يقول لك لأنه تحتوي على دهون عالية مثل شنو؟ مثل المايكوليك أسد إذا هي عندها نسبة عالية من المايكوليك أسد مثلا أو نسبة عالية من أي مادة دهنية أخرى ما أقدر أصبغها. ومثال على هذا الشيء هو نفسه المايكوبكترية. زين؟ أو المايكوبكتريوم. زين. أسنع نجي على آخر سلايدين إن شاء الله اللي هو البكترية with deficient cell walls البكترية اللي ما بيها الجدار الخلوي. خليشوفوا شونو شبه هذا السلايد. عندي شباب هذا أول السلايد اللي هو يقول لك البكترية with deficient cell walls اللي هو بكترية مع جدران أو جدران خلوية ناقصة. يعني يقول لك أنا عندي هنا أربع لقزوية شباب. لقزوية يفدوه. هنا عندي هنا أربع حالات رح يكون بيها الجدار الخلوي غير موجود. زين؟ أربع حالات. الحالة الأولى رح تكون طبيعية. الحالة الثانية إذا أخذ دوة. الحالة الثالثة والرابعة أنا أصنع بكترية ما بيها الجدار الخلوي. تمام؟ حتى أروح أقضي عليها و أسوي عندي فدمناعة أو لأغراض معينة. تمام؟ فعندي أول واحد اللي هو المايكوبلاسما يقول لك هو شنو؟ هاي الحالة طبيعية أنه تلاقي بكترية ما بيها سلوال. شبيه؟ يقول لك هو عبارة عن جين. زين؟ جين أو شنو نقول إحنا فتشي وراثي رح يخلي لك أو رح يحتلط طبيعيا يخلي لك البكترية تفقد لجدار الخلوي. زين؟ فالجين يعني يصير ينتشر بين البكترية يخلي البكترية ما يسرع لها الجدار الخلوي. زين؟ فراح تلقى أنه أكوى أنواع ما بيها جدار الخلوي. تمام؟ يعني؟ مثل المايكوبلاسما بكتريوم. نحن أخذناها ببداية تذكروها. قلت تكلم المايكوبلاسما ما بيها سلوول إذا تذكرون بأول سلايدي ممكن ثلاثة أربعة قلت تكلم ترى المايكوبلاسما بكتريوم ما بيها سلوول فهاي بشي طبيعي يكتب هنا يمكن طبيعي هذا النورمول. زين؟ الحالة الثانية اللي هو الألفومز هنا يقول لك أنه أنت يدخلك بكترية وتأخذ دوة على مودها زين؟ تأخذ دوة على مودها على مودها البكترية الشي راح يسوي هات دوة راح يقوم بإزالة جدار الخلوي مال هاي البكترية اللي داخت بجسمك يعني هي داخت ما بيها شي بس لما أخذت الدوة أنت هاي جدار طار من عدها أولا ليش تأخذ دوة غير حتى تطير جدار خلوي لما طير جدار خلوي بعد تقدر تقتلها بسهولة فهي يقول لك أنه هو عبارة عن نقص بالجدار الخلوي حالة نقص بالجدار الخلوي مال البكترية الأغلب وانت طبقت لك بكترية بها جدار الخلوي من تأخذه البنسلين البنسلين اللي أنت أخذته راح يقوم بالقضاء على هذا الجدار الخلوي مال داخل البكترية فأنت ميصر تجيب بكترية مع الواحد مريض ماخدchetه وبنسلين وتلقيه ما بيها جدار الخلوي وتقول مييكو بلاسما لا ميصر لازم تسئل يقول لك أنت أخذت أدوة مالبنسلين أو لا إذا يقول لك إيه يقول لك لا لا يصدر أقيس إذا يقول لك لا يقول لك عجيب أخذ أقيس ما هي فلهذا اللي يعرف البكتيريا ماتة ما هو وقحة وهو ما أخذ أدوة بيحتوي على البنسلين ما يقدرون بعد الحالة الثالثة والرابعة تعتبر حالة صناعية شبيه شي يقول لك يقول لك اللي هو سفيرابلاست يقول لك راح تجيني من شنو تجيني من البكتيريا اللي هي جرام نيكاتيف تمام مهم ما هي من هي تجيني من الجرام نيكاتيف زين الوقت راح يتم انتاجها بشكل صناعي بواسطة اللايسوزاين أو بواسطة النمو مع البنسلين أو مع أي عامل آخر زين له القابلية على تحطيم هاي الطبقة من الجدار الخلوي يعني شنو يعني أجيب أنا أصناع بكتيريا بس البكتيريا الأصناعها بها جدار خلوي فأخليها تنمو بالبنسلين اللي راح يقوم بالقضاء على جدار الخلوي ما لها وتطلع البكتيريا مي بها جدار الخلوي أسميها شنو أسميها السفيروполاست شوية الشوية الصفلينها راح تفتهمون أو عندي آخر الشي اللي هو البروتوبلاست شي يقول لك يقولك راح تجيني من الـ إذن الـ deals راح يسميه راح يسميها راح يسميها السفيرو بلاست يقولك ها عبارة عن بكتيريا موجبة راح تحتوي ابدا على جدار خلوية و راح يتم انتاجه صناعيا بواسط والهايبرتونيك ميديوم وواسط راح يكون هو هايبرتونيك يعني كل شيء سهل مسترحة طمعا هاي مهمة جدا هذا جدا مهم اي سلايد انا كاتب عليه جدا مهم تخلووا باكم هنا يحكي على هاي ماك واحد ما يعرف شونه ساتبازمك ميمرين يقول لك جول ببديدوك ليكن راح يتلقي جدار خلوي راح يتلقي اكو هذا غشاء الخلوي راح يتألف من طبقة اثنائية من فوسفولوبيت هاي شارحاني 5000 مرة بمرحلة الاولى بمرحلة الثانية وهذه يسموه الفوسفولوبيت بايلوير زين يقول لك هذا شبيه هاي الحشي باليوكاريوديك و راح يكون هو مشابه بشكل كيميائيا ولكن العضاء اليوكاريوتية تحتوي على الستيرول بينما البركاريوديك راح تكون ما راح تحتوي على الستيرول الستيرولز يقول لك فقط البركاريوديك راح يشبيه راح تمتلك الستيرولز وين بالغشاء بالغشاء مالتها اذا كانت هي يقول لك الميمبرين يمتلك فد وظائف اساسية اربعة شنو هي وظائف هذا الحشي كله مو مهم اول وظيفة اللي هي الاكتف ترانسبورت اللي هو نقل فعال مع الجزيئات الى داخل خليها شرحين احنا بالمرحلة الاولى الانرجي جينريشن باي اوكسيديتف فوسفو ريليشن اللي هو انتاج الطابقة ايضا احنا شرحين هذا انتاج البركورسورز راح يقوم بانتاج سليفات الجزاء الجزاء الخلوي وايضا راح يقوم بطرح الانزيمات والمواد السومية هذا الحشي احنا قريبا اغلبة معظمة مغربة بالمرحلة الاولى اللي متان قارب بالمرحلة الاولى فهاي مشكلته اولا وثانيا انطيع حل انه يروح يبحث ويعرف اجدان الحشي احنا بالضبط هذا هو قدامكم اللي هو السل ميمبرين الغشاء الخلوي او الساعة بلاسبيك ميمبرين هذا هايدروفاليك وهي هايدروفاليك ايضا احنا شرحها خمسة الاف مرة واللي ما يعرف شنو هي خلي راح يبحث واحدة خاصة المحاضرة اللي عنده سؤال اللي عنده استفسار اللي عنده شيخ اللي يكتب لي بالتعليقات وهي محاضرة طبعا صراحة مهمة وصعبة كلش يعني انا زين خلصتها بمحاضرة واحدة ومساعة وعشر دقائق اشوفكم اخير ان شاء الله على المحاضرات الجاية مع السلامة